يوم الشهيد والسينما زائد الدراما هل قدروا يوصلوا الفكرة بشكل كافي؟ يعني في الأعمال السينمائية بتاعتنا هل إحنا في السينما وصلنا بشكل كافي البطولات وحالات الاستشهاد اللي حصلت على مدار التاريخ المصري الطويل كذا الحال في الدراما؟ إحنا جسدنا ملاحن كتير مقدرش أقول لا بس مسألة بطولة شهيد بس إحنا دايما كنا بيقترب أكتوبر أو نتكلم على هزيمي السبع وستين أو في أي حديث متعلق بالدراما وبالسينما تحديدا ورزدها للكفاح المصري والبطولات المصرية كنا دايما عندنا غصة وحشاس أنه لا الشاشة مدتناش حقنا لكن لازم لما نقول نتوقف أمام فين مهم اللي هو الممر هو أجمل ما فيه وأعظم وأعمق ما فيه أن شريف عرفة تحدث عن هزيمة سبع وستين والدولة سمحت بالحديث بقوة وبعمق في مناطق كان ما نقدرش نقترب منها أن يبقى فيه حديث صريح مباشرة وعلى الهزيمة مباشرة وعلى انكسار بكل أبعاده كل ده كنا دايما نعبر كده ونجري على طول عشان لتلاتة وسبعين فكان فيه توجه حنعمل تلاتة وسبعين بس نبدأ من سبع وستين فممر الممر اللي هو ممكن يبقى فيه ممر اتنين بعد كده اللي هو تلاتة وسبعين قيمة الممر اللي احنا شفناه أنه هو توقف عند الهزيمة لكن بروح المخاومة اللي كانت حقيقة انكسرنا أيوة في اللحظة دي صح وانهزمنا ودربت البنية التحتية العسكرية بدراوة من إسرائيل لكن شوف قدرنا نقفز إزاي في اللحظات والإنسان المصري كان قادر على أن يعبر يعبر بمشاعره مش بس مش يعبر الأرض لا يعبر بمشاعره من الهزيمة إلى ومضة الانتصار وإلى نهار الانتصار لما لما تقدم الفيلم بكل أبعاده كنا بنحس بدا انك انت وانت مهزوم قادر تواجه عشان كده هو يوم الشهيد تم اختياره ليه من أيام الرئيس جمال عبد النصر اللي هو يوم السشهاد عمان عمرياد فريق عبد العمرياد اللي هو عنوان المقاومة بعد الهزيمة اللي حرب اللي سنزاف أحد أهم العنوين كان الفريق عمان عمرياد عشان كده بقى ده يوم الشهيد عبد الحليم غنى فداء فداء دي من أحلى الأغاني تحفة وبتخلينا نبكي من فرط جمالها ده حمزة وبليغ حمدي اتكتبت بالليل كده صدي محمد حمزة حكاها لانه مرة كان مسافر هو عبد الحليم فعمحيم لأ النور مفتوح عند حمزة يا حمزة بكتب تبريني لأ الكلام خلاص بليغ موجود خلصت تعملت غنوة بتبكينا جميعاً ترجمة نانسي قنقر